ترجمة نانسي قنقر نحتاجها لكمية الكوكو ضفتر لها ملعقة صغيرة هذه الملح نضيف ملعقة ثانية يعني نستعمل ملعقة كبيرة ملح كل شخص يحب يدير ملح أنا هنا الثاني زوج مغارف صغيرة فارينا يعني مغارفة كبيرة فارينا وهنا عندي نضيف نصف فنجل الماء هذه الفارينة سيحضرنا للكوكو ستجعل الملح يلسقنا في الحبات الكوكو نخلطها نخلط الملح مع الفارينة والكوكو سنزيد الملح خلط الملح نضيف الملح كمية كبيرة نضيف ملح ويكون لزق فيها الملح نضيفه قبل أن نضيفه نضيفه ونضيفه ونضيفه للكوشة سخونة على 200 درجة نضيفه ونضيفه ونضيفه نضيفه نضيفه ونضيفه 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 حتى يصبح نضيفه ونضيفه ونضيفه تلزيلا ونضيفه إنه ملح لاحظه من نضيفه نضيفه إن شاء الله إلى وصفات أخرى إن شاء الله